للعام الثاني على التوالي يعيش القطاع السياحي في المغرب على وقع تهديدات الإفلاس بتفاقم هواجس المهنيين من ضربة قاضية تعمق من أزمة هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المملكة في أعقاب إعلان الرباط غلق حدودها من جديد جراء جائحة كورونا وتمفتح الحدود وتبدأ مجموعة من الرحالة سواء داخل المغرب أو لخارج المغرب أو كذلك استقطاب مجموعة من السياح للمغرب وكننا سنستبشر خيرا كذلك برأس السنة يعني غير يكون واحد للنشاط السياحي جد موياً في المغرب إلا سنستجعوا بعد القرار اللي نزل الأمس اللي هو قرار كما قلت لكم إحنا مش ضده ولكن قرار مفاجئ وخلانا غنى إحنا كما قلت لك إحنا على واشك الإفلاس وخلانا حتنا الخطوة الأولى في الإفلاس في وقت يعول مهنيون على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدونها منذ عامين تفاجأ العاملون في القطاع من إغلاق للحدود الجوية والبحرية ما يعمق من خسائرهم المحتملة إلى أكثر من مئة مليون دولار على أقل تقدير تهزت واحد الرفع جزئي من الحضر اللي كان وفتح الحدود وفتح الرحلات يعني استبشرنا خير وبدينا سنستأنفو العمل لنا سنتلقوا طلبات من الخارج بمجموع الحجوزات كما قلت عرصتنا سنتلقوا طلبات داخل المغرب من المقيمة في المغرب اللي باشي سياحة داخلية وكينا من مجموعة من الوكالات اللي أنفيست في الشي كما أخذت قروض باش أنفيستي باش بدأ وتشير تقديرات الوكالات السياحية المغربية إلى أن كل الحجوزات ألغيت وجل الفنادق سوف تضطر للإغلاق لتضاف إلى قرابة ثمانين في المئة من الوكالات المقفلة منذ ظهور الجائحة مطلع الفين وعشرين اشتركوا في القناة